السلام عليكم ورحمة الله وائل شعيب معكم في فيديو جديد واليوم كمان عنا سؤال بوجهة نظر كتير كتير مهم خليكم معنا لنقرأ ونشوف الجواب بعد الفاصل والسؤال اللي معنا لليوم من نفس الشخص اللي كان معنا لأسبوع الماضي من يسرى بتقول أنا نفسي أصير وبتعب بسرعة ولو في مثلا كاتا أو ماتش كوميتي بتعب بنص الوقت وبتعب بسرعة جدا هل في مشكلة ولا عشان الوزن ممكن يكون زايد شوي ولا مشاكل صحية وهل لو خسيت ممكن النفسي بقى أطول ولا دي مشكلة صحية أول شي يا عزيزتي يسرى ولكل العالم اللي عم يشوفوني بالنسبة لي أنا شخصيا أنا شخص رياضي أنا ماني طبيب أنا بلعب رياضة ودارس رياضة وبنفس الوقت كمان إنسان يعني بيكون عندي أخطاء أحيانا بظن شيء طبيعي أنه يكون الشخص في حياته في أخطاء المهم أنا شخص رياضي في حال في مشكلة صحية عنده عند أي شخص عنده مشكلة صحية ما يسأل حدا فوراً على الدكتور هاي فكرة سألة مجرب ولا تسأل حكيم تنسوها روح لعند الحكيم ولكن أي شيء أنت بتشوفه أو بتحسه عندك في مشكلة بتروح لعند الطبيب الطبيب بيفحصك إذا مشكلتك بتنحل بالرياضة فيك تروح بقى لعند الناس بتفهم بالرياضة وهنين بيساعدوك تمام؟ يعني أنا برأيي هذا السؤال اللي أنا أريته منه شوي هو ممكن يكون حالي صحي وممكن حالي تتعالج بالرياضة وكتير في أشخاص بتكون عندهم ألام في الظهر بيروح لعند الطبيب الدكتور بيفحصوا كل شيء بيقلوا أنت مشكلتك تنحل بالرياضة فبيبعتوهم لعنا على مركز الفتنس ومنقعد نقبأ منتشاور معه ولما بيكون في شخص عنده إصابة فوراً إحنا بنسأله كنت عند الدكتور ولا لا؟ فإذا ما كان عند الدكتور لو فوراً راجع طبيب وإذا بيرجع أكل عنا أهلا وسهلاً ما في مشكلة المهم بالنسبة للنفس الأصير هذا إذا ما كان مشكلة صحية يعني إذا أنت رحت لعند الدكتور وفحص لك الدكتور وقال لك أمورك برنجي وقال لك أمورك تمام ما في أي مشكلة فإنت مشكلتك تنحل بالرياضة اللي هي أنت بحاجة إلى لياقة بدنية لياقة البدنية كيف؟ كتير ناس بنعمل تمرين معين ما بيعملوا شيء أبداً ما بيعملوا شيء أبداً بيقلك أنا ما بيقدر أعملوا تمام؟ أنا ضد هاي الفكرة أنت بتقدر أنت بتقدري جربوا يعني مثلاً بقول أنا أحياناً في التمرين بقول اليوم أو قبل ما بلش في التمرين طبعاً أنا لازم قلن للطلاب أو للناس اللي عم تتدرب هلأ رح نعمل واحد اتنين ثلاثة تمام؟ أوكي جاهزوا حالكم ومنبدأ تمام؟ ولاحظت أنه لما بنقول لهم يلا طبعاً عبي حكينا للمجموعة المتقدمين يعني على الأساس يلا رح نعمل نحنا مئة مرة ضغط يجوا مثلاً بنات فاس أنا درسي بالألماني بيقولوا لي فاس فياكن داس نيش دي يعني أنه شو ما فينا نعمله صعب كتير ما بعرف شو نقعد نتجادل أكتر من دقيقة بيروح من وقتنا دقيقة ودقيقتين بس لأنه أقنعهم أنه يا أخي جربوا جربوا بلشوا تمام؟ فإذا أنت شخص قدرتك نحنا حاطين هدف برأسنا أنه نعمل مئة فإذا أنت عملت عشرين أنت قدرتك تعمل عشرين بس على عشرين بتنتهي ما عندك طاقة حاولت تعمل خمسة زيادة ممتاز برابو عليك بس هذا المطلوب منك أنت شخص قدرتك تعمل تسعين بعد منها ما عد فيك أبدا وعملت خمسة وتسعين برابو عليك بس هذا المطلوب منك تمام؟ وعملت تجربة في أحد الأيام أنه أنا ما قلت اللون رح نعمل مئة أو رح نعمل خمسين ولكن عملت عم نعمل التمرين عادي وعم عدوا ماشيين إحنا وعملنا ميتين بس هني ما انتبهوا عم عد أنا بس بدون ما ينتبهوا ولا هني عدوا ولا شي بس أنا عبعدوا وأنا حاطت في بالي أنه اليوم رح نعمل ميتين لما خلصنا وقفنا وصار لازم نعمل استيرها بما أنه كان فترة صعبة يعني وقت صعب كله تعب وكله ما عد فيه يتنفس وكله صار في ضغط عليهم فلما وقفنا مريت لعند كل واحد قلت له تعرف نحنا اليوم كم واحدة عملنا؟ قال لي لا تاني بتعرف نحنا اليوم كم واحدة عملنا؟ قال لا اللي بعده ما أحد إلا واحد يتوقع قال كثير بس قديمه ما بعرف بالزبط بزن أكتر من خمسين تمام؟ فلما قلت له أنه نحنا اليوم عملنا ميتين مرة تمرين معين يعني فالكل استغرب أنه أوه ميتين ما فينا قال لهم لا أنتم فيكن والدليل على هذا أنكم عملتوه بس الصورة اللي بتجي عند الشخص أنه أوه أنا دي أعمل كل هذا ما فيني وبيوقف عند هذا الحد الفكرة يا جماعة في شي عند الإنسان اسمه العقل الباطن العقل الباطن هذا عند كل شخص بيعطيه الشي اللي بيحبه يقول لك علماء النفس بيقولوا أنه أنت لما بتكون قاعد وبتجيك فكرة سيئة احكي احكي العكس مباشرة يعني أنه لما بتجيك فكرة براسك أنه أنا ما فيني قول احكي أنه أنا فيني حتى لو ما فيك لأنه العقل الباطن تبعك رح ياخد الفكرة هاي إذا أنت قلت أنا ما فيني العقل الباطن رح يقولك تمام أنت ما فيك ولكن إذا أنت بتقول العكس لما أنت بتقول أنه أنا فيني فالعقل الباطن تبعك رح إليك تمام أنت فيك يعني هو بيعطيك اللي أنت بتفكر فيه وأنت اللي الشي اللي بدك ياه فمشان هيك مشكلة النفس تنحل بالتمرين يعني إذا إذا كانت المشكلة غير صحية يعني إذا ما كان في مشاكل في الفريقتين إذا ما كان في مشاكل مشاكل في الجهاز التنفسي فمشكلتك بتنحل في الرياضة فأنت بحاجة إلى آآ تمارين آآ تحمل آآ آآ تمام يعني لياقة بدنية تمام يصير فيها ضغط يعني ماتش الكوميتي هو دقيقتين دقيقتين تلات دقايق ماكسموم يعني حسب بقى الفئة العمرية وحسب الكاتجوري اللي كل واحد فيه إذا أنت فيك تعملي آآ دقيقة ونص مهمتك في التمرين أنك تستمري يعني توصلي للحد الأبعد من هيك تمام وكل مرة تمشي كماخط وللأمام كل مرة تزود الوقت شوي كل مرة تزود الوقت شوي لحتى آآ فالواحد يكتسب هذه اللاياقة الشغلة مو ببساطة مو بها البساطة الواحد الجد بيتعب بيتعذب كتير ولكن هذا الشيء رح يلاقي نتيجته بعد فترة من الوقت مرح يلاقي نتيجته فورا هذا الشيء رح يلاقي نتيجته بعد وقت كمثال إذا أنت بتعملي كاتا تعملي كاتا أي كاتا كانت أطول كاتا أطول كاتا انكي دقيقتين دقيقتين ونص تنامل صح صعبي لأنه الواحد بكل حركة بيعطي اعلى اعلى شي عنده بيعطي اعلى سرعة عنده بيعطي اعلى قوة عنده بيعطي اعلى بيعطي كده شي عنده بهالدقيقتين يعني الشخص بالفعل لما بيخلص من اداء كاتا معينة بيكون خالص بيكون منتهي نفس الشي انت ازا فيك تعملي الكاتا بقدر طاقتك انه انا اله الا بقو بقوة مبال 큰 نيه اعطي كاتا خلصها بخمسين بالميه من قدرتي تمام شوفيه لما بتخلص الكاتا مستواكه كيف وترجع بتتمرني بعد شوي منقول هلا نحن راح نعمل خمسة وسبعين بالمية من الطاقة اللي انا عندي اياها. هم تعملي انت بطاقة خمسة وسبعين بالمية وشوفي شوفي وضعك كيف بعدين. تمام? واسناء التمرين طبعا لازم الكاثة تنعمل بمية المية من الطاقة اللي الشخص عنده. لانه راح يوصل لحد معين ما عد فيه. بس لما توصل للحد اللي انت ما عالق ما عندك في قوة تاني لانك تستمر كفي. كفي ولو اه بشكل ابطأ ولو اه حركات غير صحيحة ولو لانه الجسم بيتعب. طبعا? اه الواحد اه بيكون سريع سريع وبيبلش شوي شوي يسترعى تنزل. تنزل اه حسب طاقته. اه واخر شي بصي بيرقد بيعتمد على شغلات تانية غير رجلين. بصي بنط مثلا لحتى انه يمشي يعني بيعتمد على اشياء تانية. ممكن يمسك الحيط ممكن اه يمسك اي اشيء تاني لحتى يحاول انه بس يستمر. وهيك نفس الشيء بالكاتة لما بتعمليها. ولو كانت الحركة غير صحيحة كفة. مهم متكملي للاخير. لانه انت مهمتك تمشي تعملي من من صفر لحت الدقيقتين او لحد نهاية الكاتة بشكل سليم. تمام? فاذا هالمرة عملت الكاتة نصة بشكل غير سليم. ضلي عم تتابعي وعم تكملي اه للايام اللي بعدها لانك تعملي خمسة وسبعين بالمي من الكاتة بشكل نظيف بشكل صحيح. رح توصل لمرحلة خمسة وعشرين بالمية الاخير من الكاتة رح يكون بشكل غير صحيح. ولكن انت عم تستمر وهيك هيك لتوصل لمكان انك تؤدي الكاتة كاملة بشكل صحيح. والتمارين معروفة يعني انه جري مثلا اه تكرار الكاتة لانه لعب الكاتة ولاعب الكوميتين بيحتاج قدرته في دايقتين او تلد اي ازا كان عم اشتغل على خلينا نقول على مستوى بطولات فهو بيهمه هالدقيقتين ثلاثة. يعني انت بتعمل بطاقة كلا ياتها في دايقتين. كلا كلا شوفي عندك طاقة بتخفرغية بدايقتين. وهيك نفس الشي بتحاول يتمدد الوقت كل فترة بتحاول يتمدد الوقت كل فترة لانك توصل لمرحلة انك تقدمي الدايقتين او تلات دقايق باعلى قوية عندك بشكل صحيح. وهي الشغلة دائما من الاولى اه لازم دائما تطلع عن الحد اللي انت بتقدر عليه. يعني انت بتعرف حالك بتوصل لهون. اذا كل يوم عم تمشي لهون وتروح عالبيت. ترجع تمشي لهون وترجع عالبيت. ترجع تجي لهون تمشي توصل لهون وترجع عالبيت. ما رح يصير فيه تقدم رح اضل على حالك. كل مرة كل مرة طبعا كلمة كل مرة هي فترة معينة يعني كل اسبوعين والثالث كل اربع خمسة ايام. عمل تك صغيري لقدام. يعني امشي وصل لهون. هذا الحد تبعك. امشي خطوة صغيرة. خطوتين صغار لقدام. انت وصلت لهون. هلأ رح روح عالبيت ريح عليك. زبط امورك وتانيوم. يا اما لازم توصل لهون لنفس المحل اللي كنت فيه. اما كمان خطوة صغيرة للامام. لحتى تطور نفسك شوي شوي تطور. مع التمرين. الشخص الرياضي بيختلف عن الشخص العادي بكتير امور. يعني مسلا ان الريئتين تبعه اوسع. الاوردي اوسع لانه بيتمرن بشكل منتظم او بشكل كبير. في بيكون دائما فيه اختلافات بين الجسم العادي وبين الجسم الرياض. فاذا كانت المشكلة غير صحية. ازا ما كان في مشاكل. ازا ما كنت بحاجة ادوي. ما كنت بحاجة عمليات. وهذا الشيء بيحكم عليه الطبيب. يعني ازا انا بيفضل برأيي انك تشوفي ضغط طبيب او اشي. ازا بيقولك انت امورك بخير ما في عندك اي اشي فلازم تعملي تمارين رياضة. لا يمشي الحال. فانت مشكلتك بتنحل بالاشياء اللي انا ذكرتها حاليا. وكل شخص له قدرة معينة. يعني ما تقارن نفسك بصديقتك او او زميلك بالتمرين. لانه كل شخص عنده قدرة معينة. مو كل واحد عن بيوصل كل شخص لخط معين. كل شخص له حالة معينة ممكن رفيتك تستمر اكتر في التمرين اكتر منك لانه طبيعتها هي فما تقارني نفسك باشياء تانية. قارني حالك بحالك. يعني انت الدرس الماضي اشتغلتي لحد اه خمسين دقيقة في التمرين تمام وبعدين اتعبتي. فحاولي بالمرات اللي جاي انك تخلصي تمرين ستين دقيقة ولو كنت تعباني. بس هم تجاوزي دائما لحد الشخص لازم دائما يتجاوز النقطة اللي هو بيوصل عليها لا يقدر يمشي كمان لقدام. لا يقدر يطور نفسه شوي. ويسرع انا سألتك بالنسبة لطولك ووزنك. قلتي لي عليهم ومناسبين. يعني مناسبين جدا. ما بظن انه مشكلتك في الوزن. مقارنة عن وزنك في معطولك امورك بخير تماما. ما في اي مشكلة. ولكن ايضا الشي ممكن يحكم عليه مدربك على فكرة لانه بشوفك كيف عم تتمرني وبشوفك انا ما شفتك في التمرين. فهو ممكن يحكم على الموضوع اكتر. يعني انت ممكن تسأل مدربك انه شو رأيك بيكون في اه شي تاني لازم اعملوها ويمكن يكون جوابه افضل من جوابك هونون ودائما بتشوفوا بعضكن ودائما في التمرين. ولكن هاي اه بالعموم اذا حاسي انه ممكن تكون مشكلة صحية طبيب قال لك رياضة فمشكلتك الحال في التمرين. هذا كان كل شي لليوم. ان شاء الله كون قدرت تفيدتكن ولو بشي بسيط. اه اللي في عنده استفسارات او اسئلة بيادري تبلي اياما في التعليقات او بعتين رسائل على الخاص. كل راور موجودين في صندوق الوصف تحت. لا تنسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. التأب بفيديوهات جديد ان شاء الله. سلامات.